مخطط واضح لزعزعة استقلال المنتخب الوطني الجارة الغربية وجارة السوء هدفها هو تكسير المنتخب الوطني كما المهوي هل يمكن أن يكون هذا جرسا لأنه قبل فترة كانت هناك أيضا جرس بالنسبة لي المنتخب وجمال بالماضي تحدث اليوم جمال بالماضي تحدث لفترات قصيرة ولكن خرجنا رياض محرز خرجنا إسلام إسلماني بعبارات قوية ما الذي حدث يوم أمس كنت أنت في الميدان لا حكيم لا نظن أنه هذا الجارس لأنه الجارس كان دقة قبل مباراة الفريطة أمام منتخب جيبوتي اليوم أنه تأكدت أن هناك نظرية مؤمر عفوا ضد المنتخب الوطني وضد جمال بالماضي الذي كان ضحية لحملة شنعاء مباشرة بعد إطلاقه تصريحات على حالة أرضية ملعب مصطفى تشاكر يعني الرجل لم يطلب تحسين في عقده لم يطلب رفع من أجرته الرجل لم يطلب أي شيء من هذا الرجل ليزال يبيت في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى لم يطلب فيلة فخمة في نادي الصانوبر مثل ما كان سابقه ويقيمون لم يطلب قطعة أرضية ولا أي شيء طالب فقط بتحسين لوتين دو طرفاي اللي هو أرضية البيدان أين يزاوي له عمله وأيضا أين يلعب اللاعبين خاصة مش هنا بعض الأطراف قتلوا لماذا بالماضي تتكلم اللعبين اليوم يلعبون تارك يعني إلا توجه اللاعبين من خط التاماس اليوم اللاعبين هما لأتتكلم وضم أنه اليوم هناك نظرية لتحتيم المنتخب الوطني كانت انطلقت منذ بعد الحملة الذي كان ضحيتها الرئيس السابق اتحاد جزائري كورد قدم سيد خيردين زدشي بطل إفريقيا وبعد ذلك تعرض لحملة وتم إبعاده من منصبه وكانت تعرض يعني لضغوطات لماذا تقول بأنها كانت تحملة حتى لا لأنه العهدى انتهت وانتهت جاء رئيس اتحادية آخر أين الحملة في ذلك لا تستطع أنك تدير عهدى وحدة ومقارنة بالبرامج اللي كان أطلقها آخر دنس خاصة مراكز تكوين يعني وإعادة هيكالة ورسكالة قورة القدم الجزائرية كان على الأقل يلزم له عهدتين يعني باش ينفذ البرنامج وشفناه يعني حبس كل برنامج وفي نصف الطريق خاصة أن العهدى اللولتاء كانت فيها العديد من الأمور الإيجابية وحتى بعض السلبيات اليوم ما نشوف الناس تتكلم على السلبيات اللي رأي وقع في الاتحاد الجزائري لكل القدم رأي مركزة فقط على تحتهم المنتخب الوطني لماذا ربطت عفو على المقاطعة حتى ذهب إلى محدد الحملة لماذا ربطت هذه الحملة بما تسمي حملة على جمال بالماضي والمنتخب بحملة على خير دين زدشي ما الذي له علاقة هذا بهذا أكيد أنه الضرب أنا أقول لك أنه الضرب خير دين زدشي ويعني عدم تجديد ثقة فيه يعني يعني العهدى أخرى كان كان يعني مواحد من بين الأسباب اللي كانت استهدف جمال بالماضي لأنه شونا على أنه العلاقة كانت جيدة بينهما الكل كانوا ينتظروا ربما جمال بالماضي أنه ينسحب أو يستاقل مباشرة بعدها راح يرزدشي الأمور ما مشاتش راحوا له إلى نقطة أخرى وهي ضرب أرضية الميدان وبعدها حملة إعلامية اليوم أنا نشوفه بلي قتلكين مخطط واضح لزعزعة استقلال المنتخب الوطني أنا نقول لك الجارة الغربية وجارة السوء هدفها هو تكسير المنتخب الوطني لأنه من أسباب رحيل أحمد أحمد من على رأس الكاف هو فوز المنتخب الجزائري بكاس إفريقيا دون كواليس ما دخلوها في هذا الأرضية أنا أتحدث عن أرضية الميدان أنا جايك بعيد من يسمع لك الأرضية؟ أنا جايك بعيد أنا جايك بعيد هي لتموّل الكاف وأن أحمد أحمد كان دائم لإقامة في المغرب بعد تتويج الجزائر المغاربة لم يهدموا كيف تتويجت الجزائر بكاس الكاف يريدون تحطيم المنتخب الجزائري يريدون فوزي لقجع والجامعة المغربية والمغرب كدولة يريدون تحطيم المنتخب والآن راهم يمشيوا بعد إقصائنا في الكاف وهذه الحمالات على التحكيم اليوم بطريقة أخرى استطاعوا أن يصلوا ربما إلى مبتغاهم عن طريق التأثير المنتخب الوطني اليوم جمال بالماضي واش قال لك؟ أنا أنا أحارب في الخارج لماذا؟ لكن لما تشوف أنك تحارب في بلدك وأنت بلد إفريقيا وأنت بطل إفريقيا ما تقول ليش ماشي مؤامرة اليوم أرضية ملعب مصطفى تشاكير مؤامرة يعني كما يقولون مقننة من من؟ مؤامرة من من يريدونها عن أرضية ميدان تع بلادك هذه الأرضية ميدان تع بلادك ما تهلوش فيها هناك أحب تفهمني أنا ولا المشاهد الجزائري القوة الجزائر القوة الإقليمية ما تقدرش تخدم ملعب كيفاش؟ ما تقدرش تخدم أرضية تعمية متر أروح عنديك هنا برقدامس يش تلقى أرضية شابت أنه هذا الشيء مفتعل ما حبوش يخدموا أرضية ملعب مصطفى تشاكير باش يقلقوا جمال بالماضي ويدفعوه للاستيقالة وحدة تانيا كان شركة أجنابية رح تير عندها مصالح باش تدي الأرضية تخدمها وهذا اليام تشوف باللي كان شركة برتغالية تم التعاقد معها لي باش يخدموا يعني ملعب مصطفى تشاكير وأيضا ملعب سيدي موسى ووهران شوف باللي باش يخرجوا لأوروبار كان يقلت لك باللي كان مؤامرة المنتخب الوطني وفيها مصالح خارجية كما المهوي هل يمكن أن يكون هذا جرسا لأنه قبل فترة كانت هناك أيضا جرس بالنسبة لي المنتخب وجمال بالماضي تحدث اليوم جمال بالماضي تحدث لفترات قصيرة ولكن خرجنا رياض محرز خرجنا إسلام اسلماني بعبارات قوية ما الذي حدث يوم أمس كنت أنت في الميدان لا حكيم ما نظنش أنه هذا الجارس لأنه الجارس كان دقا قبل مباراة الفريطة أمام منتخب جيبوتي اليوم أنه تأكدت أن هناك نظرية مؤامرة عفوا ضد المنتخب الوطني وضد جمال بالماضي الذي كان ضحية لحملة شنعاء مباشرة بعد إطلاقه تصريحات على حالة أرضية ملعب مصطفى تشاكير يعني الرجل لم يطلب تحسين في عقده لم يطلب رفع من أجرته الرجل لم يطلب أي شيء من هذا الرجل اللي يزال يبيت في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى لم يطلب فيلة فخمة في نادي الصانوبر مثل ما كان سابقه هيقيمون لم يطلب قطعة أرضية ولا أي شيء طالب فقط بتحسين لوتين دي طرفاي اللي هو أرضية البيدان أين يزاوي له عمله وأيضا أين يلعب اللاعبين خاصة مش هنا بعض الأطراف قاتلوا لماذا بالماضي تتكلم اللعبين يلاعبون تارك يعني يعني توجه اللعبين من خط التعماس اليوم اللاعبين هما لأتكلم ضمن أنه اليوم هناك نظرية لتحطيم المنتخب الوطني كانت انطلقت منذ بعد الحملة الذي كان ضحيتها الرئيس السابق اتحاد جزائريك ورد قدم سيد خاردين زتشي بطل إفريقيا وبعد ذلك تعرض لحملة وتم إبعاده من منصبه وكان تعرض يعني لضغوطات لماذا تقول بأنها كانت حملة حتى لا لأن العهد انتهت وانتهى جاء رئيس اتحادية آخر أين الحملة في ذلك؟ لا تستطيع أن تدير عهدة واحدة ومقارنة بالبرامج اللي كان أطلقها آخر دنس خاصة مراكز تكوين يعني وإعادة هيكالة ورسكالة كورة القدم الجزائرية كان على الأقل يرزم له عهدتين يعني باش ينفذ البرنامج تعو شفناه يعني حبس كل برنامجه في نصف الطريق خاصة أن العهدة اللولة تعو كانت فيها العديد من الأمور الإيجابية وحتى بعد السلبيات اليوم ما نشوف الناس تتكلم على السلبية اللي رأي وقع في الاتحاد الجزائري لكورة القدم رأي مركزة فقط على تحتهم المنتخب الوطني لماذا ربطت عفوا على المقاطعة حتى هذا بين محذب الحملة لماذا ربطت هذه الحملة بما تسمي حملة على جمال بالماضي والمنتخب بحملة على خير دين زتشي ما الذي له علاقة هذا بهذا؟ أكيد أنه الضرب أنا أقول لك أنه الضرب خير دين زتشي ويعني عدم تجديد ثقة فيه يعني لعهدة أخرى كان يعني مواحد من بين الأسباب اللي كانت تستهدف جمال بالماضي لأنه شونا على أن العلاقة كانت جيدة بينهما الكل كانوا ينتظروا ربما جمال بالماضي أنه ينسحب أو يستاقيل مباشرة بعدها راح يرزتشي لكن الأمور ما مشاتش راحوا له إلى نقطة أخرى وهي